موسيقى الداخلية تعزز تواجد الشرطة في فين وتعمل على سحب الجو المطورتين بالعنف عصابات عشائرية سورية تتصدر الصراع مع شيشانيين في فين ومنظمة التعاون الاقتصادي توصي النمسا بالاستفادة من إمكانيات المهاجرين وزير خارجية النمسا السابقة تحذر من حرب أهلية في فرنسا بعد تصدر اليسار للمشهد السياسي والمستشار النمساوي يستقبل رئيس وزراء الهند القادم من روسيا وأخيرا مقتل سجين محكوم بالمؤبت في سجن شتايمارك بجرعة مخدرات موسيقى مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن تعزيز تواجد الشرطة في فيينة بعد الاشتباكات العنيفة بين عصابات متنوعة في الأيام الأخيرة وعززت الشرطة تواجدها الأمني بزي رسمي ومدني في عدة مواقع ويشمل ذلك نشر ضباط إضافيين وأفراد من وحدات مكافحة الأرهاب فيجا ووحدة كلاب الشرطة إضافة لتعزيزات أمنية تشمل الاستعانة بقوات من ولايات أخرى وسيزداد تواجد الشرطة بشكل كبير في ساعات المساء خاصة في المحطات والحضائق كما كلف وزير الداخلية مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالي ببدء إجراءات سحب اللجوء من المشاركين في الأحداث الذين يتمتعون بوضع الحماية كشفت صحف نمساوية على أن عصابات الشباب الشيشانية والسورية تتصارع في فيينة في مواجهات عنيفة حيث تنتشر الأعمال العنيفة والدعوات للانتقام عبر تطبيق تيليجرام وتصاعدت التوترات بعد هجمات بالسكاكين والضرب بين الطرفين في أحياء مختلفة من المدينة هذا الإسبوع حيث ألقت الشرطة القبض على شاب شيشاني وصادرت أسلحته وأظهرت رسائل الرمز 505 بشكل متكرر وهو إشارة إلى عصابة 505 ترجع إلى عشائر تعيش في مناطق شرق سوريا حيث يصف أعضاء المجموعة أنفسهم بأنهم شهداء يقاتلون من أجل حرية سوريا وكشفت التحقيقات أن الصراع يمتد لعدة أشهر مضت حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن ديون النمسا قد تتضاعف إلى أكثر من 171% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060 إذا لم تتم إصلاحات هيكلية في التقاعد والنظام الصحية ودعت المنظمة أيضا إلى تحفيز النمو الاقتصادي الضعيف وتخفيض الدين عن طريق تعزيز السياسات المالية وربط معاشات التقاعد بزيادة العمر المتوقع وتحويل الرعاية الصحية في المستشفيات إلى الرعاية الخارجية وأوسط أيضا بزيادة الضرائب على ثاني أكسيد الكربون والعقارات لتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة ماسة إلى تحسين مشاركة النساء والمهاجرين في القوى العاملة وصفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارينا كنيسل الوضع في فرنسا بالفوضى الكبرى وحذرت من تزايد الدين الحكومي وانخفاض القدرة الشرائية للسكان وأشارت كنيسل إلى خطر المواجهات السياسية في الشوارع مثل جمهورية فيامارا الألمانية في العشرينيات وتتنبأ بظهور زعيم بارز قادر على استغلال الأوضاع الرهنة ورأت أيضا أن فرنسا قد تكون على شفى ثورة مشيرة إلى أن الأوضاع في باريس قد تزداد صعوبة هذا الصيف في ظل نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدت تقدم بارز لليسار وتراجع لليمين يعقد المستشار النمساوي كارني هاما غدا الأربعاء اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي شيري مودي لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي إلى النمسا منذ 41 عام حيث من المقرر وصوله إلى فينا لاحقا اليوم قادما من موسكو ويشمل البرنامج زيارة للرئيس النمساوي أليكزندر فاندا بيلين إضافة إلى لقاء مع رجال أعمال من الهند والنمسا والجاليات الهندية في فينا وصبقت الزيارة جولة له في روسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وشارك في القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا توفي سجين نمساوي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما مدان بقتل حبيبته السابقة في شتايا مارك العليا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد وتم اكتشاف الرجل ميتا في زنزانته بسجن جراتس الإسبوع الماضي وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى التسمم بالمخدرات أو الأدوية بينما لم تظهر أي أدلة على عنف أو تدخل خارجي وحكم على الرجل بالسجن لمدة عشرين عاما في ديسمبر 2023 بعد أن خنق حبيبته السابقة وما يزال تقرير السموم قيد الانتظار حيث أعلنت النيابة العامة استمرار التحقيقات الجنائية حتى توضيح الأمر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر